لقاح كورونا لسه مسيطر على عنوين الأخبار ومنصات التواصل من وقت ما بدأ إعطاؤه في بريطانيا أمس وبدأ وصوله لدول عديدة أخرى واقتراب بدأها هي كمان في إعطاؤه لكن مع اللقاح فالنجمة اللبنانية هيفة وهبي هي كمان بتتصدر المشهد من ليلة أمس بعد بوست ناري على إنستجرام أعتبروا كثير ناس يعني وقوف لهيفة في مواجهة الطب والأطباء فهيفة وتعليقا على موضوع اللقاح نشرت في ستوري حسابها على إنستجرام هذا البوست اللي شايفينه أمامكم الآن قالت في هذا البوست أنه في 40 سنة من الأبحاث وما في لقاح للأيت 100 سنة على الأقل أبحاث وما في لقاح للسرطان أبحاث مستمرة وما في لقاح للبرد العادي لكن الآن وفي أقل من سنة في لقاح لكورونا وتريدوا مني أني أنا أخذه شكرا بس لا ما رح أخذه البوست ما لحق ينزل إلا أفجر الدنيا طبعا وتم تداوله على نطاق واسع ووصل اسم هيفة لقوائم الترند والناس انقسمت صار فيه ناس مع هيفة انبسطوا على كلامها أيدوا وقالوا يعني أنه هم كمان هذا رأيهم ولكن ناس الثانية شافت أو عارضت وشافت أنه يعني ما لازم نقول هذا الكلام وأنه لازم نثق في العلم خلينا نشوف جزء من التفاعل اللي جاء على هيفة ترجمة نانسي قنقر 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 على فكرة هيفا مو النجمة العربية واللي العالمية الوحيدة اللي علقت على موضوع اللقاح واعلنت انه بتعارضوا وما حتاقدوا فعالميا كمان في لاعب التنس السربي الشهير نوفاك جاكوفيتش كان من اول المشاهير اللي اعلنوا ومن ابريل الماضي قال في بث مباشر انه هو ضد اللقاحات بشكل عام اصلا وانه مو مع انه اي احد يجبره انه ياخذ لقاح الملياردير كمان الامريكي الشهير مؤسس تسلا وسبيس اكس واللي يعني عايش حياته كلها في قلب عالم العلم والابتكار لكن مع ذلك ايلان موسك كان من اول برضو المشاهير اللي اعلنوا انه لو في لقاح فهو ما رح ياخده لا هو ولا اي احد من افراد اسرته الرئيس البرازيلي طبعا بولسونارو اللي خفف من جدية الفيروس من اول الجائحة واللي كان يعني كل تصريحاته عن هذه الجائحة كانت جدلية وتابعناها نحنا هنا في تفاعلكم هو كمان قال انه ما هياخذ اللقاح رغم انه هو كمان اصيب بالفيروس عربيا غير هيفا كان في الفنان اللبناني ايضا راغب علامة وفي لقاء تلفزيوني ما قال انه ما رح ياخد اللقاح بس قال انه ثكرة اللقاح بتخوفه عموما طيب احنا حبينا نعرف رأيكم وسألناكم على حساباتنا على منصات التواصل وقلنا لكم هل بتأيدوا اراء المشاهير الرافضة لاخذ لقاح كورونا على تويتر النتائج جاءت كالتالي خلينا نقول انه 54% قالوا انهم لا ما بيأيدوا اراء المشاهير الرافضة للقاح كورونا بينما الباقي اللي هم 46% فبيأيدوهم يعني هنا بنقدر نقول انه النسب متقاربة الى حد ما وانه الناس فعليا من قسمة يعني حول هذا الموضوع اما على فيسبوك فاللي بيأيدوا رأي المشاهير كانوا اكثر شوية ف58% قالوا انهم بيرفضوا اخذ اللقاح يعني بيتفقوا مع المشاهير لكن 42% قالوا انهم ضد تصريحات المشاهير وانهم مع اخذ اللقاح طيب سواء كانوا المشاهير او الناس مع او ضد اللقاح اللي ما في احد بينكره هو انه اصلا وفعلا في حالة فزع وحيرة من اللقاح عند شريحة كبيرة من الناس واللي زاد فيها اكثر واكثر الاخبار صراحة اللي انتشرت امس عن تقرير لادارة الغذاء والادواء الامريكية تحدثت هذه التقارير عن وفاة ستة اشخاص خلال تجارب لقاح كورونا اللي طورته شركتي فايزر وبايونتك التفاصيل بتقول انه اربع من المتوفين تلقوا العقار الوهمي اللي اعطاءه هو جزء عادة من التجارب لكن في اثنين تحديدا تلقوا العقار الحقيقي وهذا الشي خل كل الناس تسأل هدول ماتوا يعني من اللقاح اللقاح كورونا هذا اللي مفروض جاي يعالجنا ويطمننا ممكن يموتنا يعني تقرير الغذاء والدواء ورغم هذه الجزئية الا انه بالمناسبة اكد فعالية لقاح فايزر بايونتك وقال انه اظهر مستوى مناسب من الامان فعلى عموم كتير ناس ما قلت اصلا هذه الجزئية وخلت عندنا اصلا موضوع هذا كله علامة استفهام حيجاوبنا على هذه الامور كلها من الرياض استشاري الامراض المؤدية دكتور ثامر الخشان اهلا فيك معانا دكتور ثامر يعني صراحة ايش يقول لك يعني تخيل منظري وانا جالسة امس في الليل واقرر هذا الخبر وطبعا يعني من هذه اللحظة والكل بيتداولوا على الواتساب في المواقع على شاشات التلفزيون وما الى ذلك طيب فعلا اللقاح ممكن في احتمال انه يموت مساء الخير سارة ومساء الخير على المشاهدين ومشاهدات تفاعلكم اهلا طبعا الخبرين مزعجين للأسف انا بالنسبة لي ممكن الخبر الاول اكثر ازعاجا قصدك على جزئية هيفا بس الفكرة بالضبط حنرجع لها هالي هيفا بالضبط خلينا نتكلم علميا الان كيف الوضع الان طبعا احنا لازم نعرف الالية المتبعة لاعتماد الاشياء الجديدة سواء دواء او لقاح احنا يعني طبعا كل شيء في 2020 قد يصبح استثنائي فالعالم كله قامت تتكلم في التفاصيل الدقيقة كيف بسرعة او لا بسرعة وكذا حتى لو تسأل احد بسرعة طب كم الوقت المناسب ما احد يعرف فالفكرة انه يعني ناخذ كذا زي ما يقولون يعني طرف السالفة وطرف الموضوع ونحاول نشكك في الموضوع بس سنرجع للتشكيك الآن اللي حاصل حاليا من ناحية الخبر اللي نزل امس طبعا هو كان بيان من الاف دي اي على بعض الاشياء اللي حصلت في تجارب المرحلة الثالثة في لقاح فايزر اللي حصل انه كان في ناس عندهم حساسية شديدة سابقة من بعض الادوية واللقاحات وحتى كان معهم يعني ياخذوا معهم الادرينالين حق يعني عشان الحساسية فلما اخذوا التطعيم للأسف فعلا جاهم نوع شديد من الحساسية ويعني تتطور معهم الموضوع طبعا هذا الى الان زي ما قلت لك هذا كله الى الان اخبار جزئية احنا طبعا اول مرة يمكن اتوقع في التاريخ انه نعرف تفاصيل المرحلة الثالثة بكذا اي حدث يحصل في نصف المرحلة قبل ما يتطلع الدراسة كاملتان ويشوفها المجتمع العلمي ويدرسها المطمن في الموضوع انه في هيئات علمية مختصة جدا زي مثلا هيئة الدواء والغذاء الامريكية وحتى لما يجينا في المنطقة ان شاء الله هيئة الدواء السعودية هذول الناس يفصفصوا على قولتهم اللي حصل ويدرسوا بالضبط اللي حصل في التجارب المرحلة الثالثة يعني يدرسوا التجربة بشكل مرة كويس على اساس يقدرون انه معرفين انه قرارهم يعتمد عليه يعني اشياء كثيرة فيدرسوا بشكل علمي بحث جدا لا نتوقع انه اي احد مننا يعني احرص احرص ناس انه فعلا انه يكون اذا اعتمدوا يكون فعلا امن ويؤدي الغرض اللي مطلوب منه فبكرة مثلا ان شاء الله الخميس 10 ديسمبر سيكون فيه الاجتماع البانل حق الديا الامريكية ومنظمة اغذاء والدواء الامريكية فغالبا ان شاء الله يمكن سيطلع فيه بكرة فاذا اعتمد من هذه المنظمات المحترمة المعتمة يعني اللي فعلا تدرس الموضوع بشكل علمي مو كلمة كذا عابرة والله الوضع مختلف تماما يعني علميا الكلام هذا طبعا مضحك يعني بس انه حنتكلم فيها لكن اذا اعتمد فالواحد يأخذهم يعني متطمم باذن الله كثير اشياء تصير مثلا في المستشفى انت ما تعرف كيف حقموا الأدوات لكن ثقتك في الآلية الموجودة مثلا في المستشفى كيف الطرق الجودة المتبعة تخليك ما تسأل عن التفاصيل الدقيقة احنا الآن مع فيروس كورونا بشكل عام مع الجائحة نسأل عن التفاصيل الدقيقة وللأسف ما في مشكلة انه نسأل طبعا وللأسف نحكم عليها بدون علم يعني ايواني صراحة اني اعتقد انه اغلب يعني حتى نحنا يعني صراحة يعني كمان سواء انا يعني كإنسان عادية ولا كإنسان بتعمل في مجال الصحافة يعني في نهاية اليوم احنا بنقرأ كمان العنوين واشياء معينة وتفاصيل معينة وعشان كده طبعا بنستضيفكم عشان توضحوا لنا التفاصيل العلمية بس هو طبعا لو قرأت العنوان فقط انه فينا ستوفوا فهو مفجع يعني طبعا الخبر بس كنت حابة اقول معاك سريعا ايضا كمان على نقطة هيفا انت يبدو منزعج جدا من البوست والكلام اللي قالته والله صحيح طبعا بس ارجع نقطة اللي ذكرتها جدا طبيعا انا ترى على فكرة ما قاعد انتقدوا ان الناس يعني يكون عندها بالعكس هذا اهتمام منهم وشي كبارة كويس يعني لكن لما نجي نحكم لازم نحكم بالطريقة العلمية موضوع هيفا طبعا ما في شك انه مزعج لأي احد يعني من حق اي احد طبعا انه يقول رأيه ما في شك من حق اي احد لكن خصوصا الناس اللي فعلا يتابعهم الملايين يعني مفروض فعلا يكونوا حذرين لما يطلقوا مثلا معلومات زي كذا لانه يعرف انه في ناس للاسف تسمع منهم انا لما اتكلم في العدسات الملونة لو سمحت لا احد يسمع كلامي لانه ما اعرف هي تعرف اكثر مني فلكن لما نجي نتكلم عن تفاصيل ايش اللي حصل يعني انا نفسي انها مثلا تطلع وتفسر تقول والله مثلا النوع هذا من الفاكسين الدراسة الفلانية صار فيه كذا او زي كذا عساس انه تبرر كلامها اما كلام عام زي كذا وانحنا في نص جائحة المفروض كلنا فعلا نتكاتف واذا عندنا معلومة نقولها لرأينا الشخصي من حق اي احد يكون عنده رأي لكن لما يكون عارف انه رأيه حيأثر على ملايين البشر اعتقد لازم يتحرد دقة ونقطة اخيرة بس اذا تسمحيني الناس ترى ما لهم فائدة يعني ما لهم اي مصلحة الجهات العلمية هذه بالعكس اكثر ناس يهتمون انه ما سير فيه غلط ما لهم اي مصلحة انه يكذبوا علينا بالعكس هم اللي مات منهم ناس هم اللي يقرروا بشكل مرة كبير من الجائحة فما لهم اي فائدة ان يضللون ايوه بس عندي جزيتين بس حب كمان استفسر زيادة معاك عن هذا الموضوع اول شي ليش اخترت العدسات الملونة طيب طيب خلينا ننتقل على نقطة تانية في كلامها وهذه خليني اعترف لك فيها كثير ناس مأيدين بهذه النقطة قالت انه اربعين سنة ما في لقاح للأيدس مية سنة من الابحاث ما في لقاح للسرطان طيب بتقول ما في ابحاث مستمرة ما في لقاح للبرد العادي كمان هي بتشكك انه طب ليش كل هذا الوقت كله ما لقاحات او علاجات خلينا نوضح كمان نحن من نحن الزيادة انه الامراض مهمة في حياتنا جميل والله هذا سؤال جيد لو انه انطرح بشكل مختلف الجواب القصير الايدس فيروس مختلف تا ما من عن موضوع الكورونا يعني الوضع مختلف فيروسات ما هي واحد ما ندخل في التكنيكالي او في التفاصيل الدقيقة لكن الفيروسات ما هي شي واحد السرطان طبعا ما هو مرض يعني جرثومي عشان نقول له لقاح او شيء يعني وضع مختلف تماما نفس الحكاية ليش مثلا ما قالت الانفلونزا لها لقاح ولها تطعيم انا ما يعني ما انكر كمان انه الوضع صار بشكل يعني اسرع من المعتاد بس بالعكس طلعت يعني دراسة تثبت انه هذا يدل انه يعني الاشياء البيروقراطية يعني اذا توفرت الفلوس والرغبة تعجل في اشياء كثيرة فنبس مو معناه ان الوضع يعني زي ما قالوا انه نسلك هذه نقطة جدا مهمة وفعلا لما انتدخلت الحكومات وتدخل العالم كله وإرادة يعني الحكومات والشعوب والطب والشركات وكل أحد كان في حل فيمكن هذا اللي نحتاجه أيضا في الأمور الأخرى قبل ما تتطور نحن نشكرك على هذه المداخلة وهذه التوضيحات كان معنا استشاري الأمراض المعضية دكتور تامر الخشان شكرا لك شكرا لكم شكرا لكم